موسيقى أزايا المشاهدين وصلنا إلى آخر فقرات حلقة اليوم ضيف فقرتنا الأخيرة شاب إماراتي كرس خبرته ووقته للبحث عن المعلومات المفيدة لتقديمها للجمهور بأسلوب بسيط وسلس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال رسائل هادفة تخدم جميع فئات المجتمع من خلال برنامج اسلمت في البداية نتابع هذا الفاصل عن هذا البرنامج يظن معظمنا أن السلامة هي مسؤولية رجال الأم فقط فهل مفهوم صحيح؟ ما هو مفهوم السلام عندنا؟ سلامتنا سلامة أطفالنا أهلنا الرحب في الستوديو ومشاهدين المهندس خالد الحارثي صاحب برنامج سلامت مساك الله بالنور والسرور في برنامج جماسي ياك الله أخي أبد الله يعني ما شاء الله فاصل جميل تابعنا الله يسلم في هذه الدقيقة في البداية لكن مهندس خالد لو تحدثنا عن برنامج اسلمت شو هي الفكرة؟ فكرة برنامج اسلمت الله يسلم كأن هي منصة توعوية مسرح يخص كل شيء كل ما يخص السلامة للفرد في البيت في السيارة في عمله أي شيء ممكن يفيده حتى في ترشيد الاستهلاك الماء والكهرباء تتوجه في استخدام الطاقة المستدامة هذا التوجه ما شاء الله تتوجه حكومة وتتوجه الدولة فيه صحيح وكذلك توجه عالمي لهذا الشيء أكيد فأحب أتكلم في أمور مفيدة ممكن تفيدك في بيتك وحياتك بشكل عام كفرد كنصائح نعم جميل شو السبب اللي خلاك أن أنت تدخل في هذا المجال الله يسلم هو ككوني مهندس العلاقة بين الهندس والسلامة هذا شيء كبير طبعا لا يصلح أن أكون مهندس من غير ما يكون كبير من ناحية السلامة صحيح فناحية السلامة هي جزء من حياتي نعم عايش في بيتي نعم فالي يصير وياي أني ألاحظ أشياء تصير حوالينا من خلال حياتك اليومية أنا أقدر أقول لك أن في بيتي أعرف شو الأشياء المخاطر اللي ممكن تصير يعني من محولات كهرباء من مكيفات أشياء ممكن تواجهنا من إلكترونيات من أجهزة من أشياء في المطبخ من كاشف دخان وكاشف غاز وغيره صحيح أقدر أني أتحكم في هذه الأشياء وأطبقها في بيتي وأعرف أهميتها وفايدتها لكن أنا متأكد أن أخوي ما عنده بيت أخوي صحيح بيت خالي بيت عمي يراني لين بي متأكد أنه ما عندهم ككاشف الدخان نعم أن التوعية بشكل عام أعرف بس أنا هنيت المسئولية هني أحس بالمسئولية أنه نعم لي رسالة كوني أنا عرف و كوني صاحب مبدع وأنا أؤمن أن تبليغ للرسالة هذا عمل إجباري أكثر منه عمل إنساني بس أنه لازم أوصل الرسالة إذا أنا كنت أقدر أوصلها فأتوجه لهذا الشيء و أوصلها خاصة وهذا الشيء بدأ معي في عام 2015 استوت حالة وفاة لثلاث أطفال في العين فعلا خلتني أتحرك يعني طلعت الطاقة اللي فيني أنه يعني اختناقا أطفال يعني يوم توفوا فعلا حسيت أني أخي ليش لو مثلا لو سويت فيديو بسيط أو تكلمت أو وصلت معلومة ممكن كانوا سمعوني طبعا توجه الحكومة الرشيدة كبير في هذه التوعية لكن نحن كمجتمع إذا شدينا بعض نوصل المعلومة بأي طريقة ممكنة ومفيدة بطريقة جميلة المجتمع راح يتمواسك فيها نعم كل تأكيد لكن يعني ما شاء الله يعني نقدر نقول أفكارك بتوسع يعني أنت ميش بس نقدر نقول خواطر حوادث السيارات وما إلى ذلك عندما توسعت في أمور كثيرة نقدر نقول نعم صحيح لكن خالد حدثني عن البداية البداية كيف كانت معك من بعد ما استوى الحادث في العين طيب بداية حادثين هذا اللي حرك فيني المشاعر هذين حسيت أني أقدر أقدر أوصل أقدر أسوي بديت أول شيء أسوي لي خطة نعم الخطة استغرقت مني ثلاث سنين عشان أطبقها نعم البرنامج وليد هالسنة أنا بادي 2015 ما شاء الله نعم الثلاث السنين هذي يعني تخيل بديت أسوي فيديوات بديت أسوي أبحاث بديت أصور بديت أسوي الستيديو الخاص لي بديت أشتري أجهزة في الثلاث السنين هذي فعلا أنا أنا مرتبط دوام أشغال أمور خاصة لكن أبي أوصل أبي أسوي هالشيء فأخذيت وكتي فيه صحيح وكما أنت أخذ راحتك لي بعد ما تبقى تضغط على عمرك وايد وعلى حياتك الخاصة على حياتك الخاصة وبعدين مهما كان هذا يبالت تجهيزات ويبغى لك إنسان عارف ما رسالي راح تتوجهها وتقدمها للناس بشكل صحيح يتقبلونها سويت خطة سويت استراتيجية كاملة ولوين بوصل وشو المواضيع اللي بأتكلم فيها حتى المواضيع اللي بأتكلم فيها شو توجهي فيه لوين شو أو بوصل فيه فكانت يعني فعلا كنت أجهز في اليوم بالساعات متخصص غير دوامي غير شغلي غير لازم أيلس أسوي الخطة هذه البرنامج وليد السنة هذه تاريخ 22 واحد 2018 اللي صار السبب لو تذكر هذا هذا اليوم هو حادثة اللي صارت اللي توفو فيها الثمانية في الفجيرة الله يرحمهم الله يرحم بسبب الاختناق صحيح هذا اليوم أنا ما كنت أتشن الموقع أو البرنامج في هذا اليوم كنت أتشنه في نص السنة الخطة كانت في نص السنة لكن كنت في هذا اليوم فعلا حسيت أني أنا عندي الفيديوات عندي مثل ما تقول عندي الأساس المخزون بشكل كامل عندي بس إننا حين مجرد ترتيبات عشان أطرح اللي عندي بشكل منسق لكن يوم استوى حادثة صدقني إنها الحادث ما قدر ترقد يعني تدري اللي عندك مخبّنه وبعدك ما أظهرته والناس راح تستفيد صحيح فاليوم فعلا يوم استوى الحادث هذا قررت في نفس اليوم أني أبدأ بالبرنامج ونزل أول فيديو وفعلا كان أول فيديو أن نزل في تاريخ 22 واحد ما شاء الله أول فيديو كان تحت أي عنوان كاشف الدخاء كاشف الدخاء لأنه يتوفوا الله يرحمهم بسبب الإختناق لنموعدهم كاشف الدخاء صحيح وفيديو اللي بديت فيه يعني ومن وراه على طول بديت تكمل في البرنامج ما شاء الله جميل جدا كيف كانت طريقة نشر الفيديو هاته كيف بديت في أي موقع من المواقع التواصل الاجتماع بديت بالإنستجرام كان تركيزي الكامل عن إستجرام طبعا تويتر والإسناب واليوتيوب والواتساب يعني خذيت وقت فيه لنا أوزع فيديو واتي فيه جميل ومنه كان نقدر نقول الداعم الأول لك الداعم الأول لي كداعم شخصي ما أقدر أقول اسم لكن كداعم معنوي أقدر أقول لك شغلتين الشغلة الأولى شيخنا لا يحفظهم نعم الله يحفظ هذه الشخصيات يعني عشان نحن نوصل إلى المرحلة الله أعلم شو اللي يسووا يقدمونا ويتعبون عشان يوصلنا إلى المرحلة صحيح يعني اللي يسوون ليه ما رح نوفي لهم إياه فنحن أنا حسنا أحاول ولو أني أقدر أقول أنه ما باوفي لكن أحاول فعلا أني أسوي شيء لبلادي ولو أني أقدر أوصل رسالة جميلة هادفة للمجتمع الشيء الثاني حبي لتوصيل الرسالة واستفادة للمجتمع هذا شيء معنوي من داخلي أني فعلا أقدر أوصل وأحب أني أوصل الرسالة بإخلاص وحب للنص عندك الغيرة أنا أقدر أقول نعم جميل ما شاء الله الله يزين كيف تحاول تختار المواضيع؟ أختيار المواضيع أقسمها لكذا قسم أول قسم أشوف توجه الدولة فيها حكومة الرشيدة لها خطة لكل دائرة حكومية طبعا صحيح فعندهم يوزعون وهذا الشيء مدروس وبدقة عندهم فأحاول أني أسايرهم في المواضيع هذه أتابعهم أول بأول من حيث أن إذا حطوا مواضيع معين أتكلم فيه تمام فأخذ أوقات أو مواضيع المعلومة أختار المواضيع من مثل ما تقول الحكومة المواضيع التي يحطونها أو الأسابيع توعوية مثلا عندهم أسبوع توعوي خص مثلا العودة للمدارس يخص أسبوع المروري فتم أتابع هذا الشيء ونزل المواضيع على حسب ما الأجندة السنوية الأجندة السنوية الشغلة الثانية أو الشيء الذي يجعلني أتحكم في المواضيع وهي الأسئلة الواردة وائد أسئلة تصني أتحكم في هذه الأسئلة أشوف أكثر شيء اللي يحبون يعرفون عنه تسألني مثلا عن البخور في البيت فأشوف السؤال يتكرر كيف بخور كاشف دخان كيف الركب كاشف دخان نبخر البيت كيف ما نبخر البيت فمثلا نسهل الموضوع لا تصح كيف دخلنا موضوع دائما ترى هالموضوع يعني أشوف الناس تكلموا بهذه الطريقة حتى ما أرد عليهم بعضهم أرد عليهم بعضهم ما أرد عليهم أخلي أقول أصبر بنزل عنه فعلا فيه ناس ينزلوا يعني يتكلموني في مواضيع يخلوني أنزل الموضوع يعني أنت لو تشوف لستة المواضيع اللي عندي يعني أنا أحط أربع خمس مواضيع وأجاوب أو أنزل موضوعين ثلاث ما لحق أحط أربع خمس مواضيع ثانية نقدر نقولهم من خلال أسئلتهم لك يعطونك فكرة يديدة نعم أقدر أقول فكرة يديدة مو بيديدة كطرح السؤال لكن يخلوني لأتكلم بهذه لأنه فعلا ناصبون يعرفون عن الشغلة الشيء الثالث الأشياء حتى اللي أنا خطأت فيها نعم تمام في حياتي في بيتي مثلا شفت شيء غير صحيح مثلا شفت في أني لم أركب جهاز أو لم أحطي شغلة أو الشيء كان بيضرني أو بيضر أهلي بيضر عيالي أردت بالشغلة هذه أعدلها فأرد أن أتكلم عنها لأنني عارف دامها صارت فيها راح تصير مع غيري تصير في بجيراني تصير في بيت أخوي تصير في حد أنا عارف نحن في مجتمع واحد فأكيد يصير في بيت ثاني فأخذ المواضيع اللي أنا مثلا خطأت فيها اللي ربعي خطو فيها اللي أحس أنه منتشرة حتى الإشاعات الإشاعات أتكلم فيها اللي تكلمني مثلا إشاعات مثلا لازم تسخن السيارة لازم تمر من السيارة لازم يعني في شغلات بسيطة أتكلم عنها عشان بس أوصل للمعلومة بخصوص تسخيل السيارة أنا سمعت قبل فترة فيديو يقول أن في السيارات اليديدة ومحتاج أن أنت تتريد ثلاث دقائق أربع دقائق أنك أنت تسخن السيارة لكن ثلاثين ثانية تكفي وهو في الحقيقة يمكن أن أقول لك من السيارات من خمسة عشر سنة حتى مو بمس من السيارات الحديثة صحيح يعني تقدر تقول السيارات الحديثة من الفين وفوق يعني الحديثة مو بالحين حتى ونحن كنا مصدقين نلازم سيارات حارة نظام الكربريتر نظام الكربريتر وقبلي هذا نظام آخر استحدثت ومكاينها وايد اتطورت من حيث أنها صارت أقوى كميتيريال وكنوعية وكتزييد وحتى تصنيع ما يحتاج لك أنك تسخن سيارة تريس سيارة تسخن هو مجرد توزيع الزيت في المكينة بشكل عام تقدر تستخدم خالد تخلق فهي تركين ثانية فعلا كافية أنك تتحرك بالسيارة زي خالد أنت ما تخصصك نعم ولا أنت من الحزام يعني خالد أنت تخصصك في الهندسة وهذه الأمور نقدر نقول يمكن أنها توجهها إعلامي كيف أنت قدرت تتواكب من بين الشيئين حلو الكامل سؤال جميل الهندسة يعني أساسها السلامة أنا أنا في دوامي أهم ما عندي أهم ما عندي أن العمل ينجز تمام بشغلتين ينجز بسلامة من حيث لا أنا واللي كان يشتغل وياي ولا حد اللي في التيم في المكان تضرر أو صار لها أي ضرر من الشغلة هذه أو أن تعور أو أصيب هذه الشغلة الأولى مهمة عندي أن العمل يخلص الشغلة بدون أي إصابات الشغلة الثانية أن العمل سويناه بأكمل وجه نعم فحياتي في السلامة في الدوام موايد عشتها في دوامي فنقلتها في بيتي صحيح في يوم عشتها في بيتي حسيت بهميتها حسيت فعلا أني أنا أقدر أحمي نفسي أحمي عيالي لكن عندي مثل ما تقول غيرة لمجتمعي أعطيك مثال اليوم ضربت لأحد الأخوة أنت لو يارس في البيت وعندك أخوانك صغار أو عيالك صغار وتعشيت وعشيتهم تمام وهم مرتاحين خلاص ترقدون سمعت يارك الذي يعدارك عيالك يبكون مليوع ما تحس أحس بحزن لا تقدر ترقد صحيح يعني أنت شبعان وعيالك يبعان ترقدون مرتاحين بس هو يعان عيالي يعانين يبكون أنا هذا الذي أحس بي أنا أقدر أحمي نفسي أقدر أحمي عيالي بس عارف الذي ينبي طبعا ما شاء الله فيه توعية صحيح عندنا توعية لكن في بعض الناس فعلا توعيتهم محدودة مغلوطة صحيح ممغطاية بشكل صحيح ومنهم أخواني يعني أنا أكلمة أقول لي يا أبو فلان يا أبو فلان عندك هذا عندك هذا انتبه بعد المرة أنا أروح أدل بنفسي يعني أدري أنه الريال كيرلس شوي يعني وما يغطي أو يصلح الشغلة المطلوب يعني فروح أنا أسوي حرصا عليه يعني فإشكاليات هذه البسيطة فعلا خلتني أنقل ما بين شغلي ودوامي وأنقل أعلاميا كالواحد يوم يشوف هندسة يحس أن أغبرة جدا وما يشوف شيء عرفت أرقام معقدة وعشياء ما يقدر يقراها لكن مجرد أن أحب أوصلها بطريقة أن يشوفها سهلة جدا ما يتعقد من هندسة ما شاء الله شبيل جدا وأنا صراحة أشوف هندسة شيء صعب لكن ما في شيء صعب يعني ما في شيء صعب نعم بكل تأكيد زين يمكن المواقع التواصل الاجتماعي والعلامة بشكل عام يأخذ وقت كبير يعني قدر نقول من يومك فأنت كيف تحاول التوازن من بين عملك وحياتك الخاصة وكذلك بأنك أنت تسوي فيديوهات تنشرها وأنها تكون هادفة وتختار أيضا مواضيع مهمة وتقوم بخطة استراتيجية صح وأيضا وقت التصوير يأخذ وقت طويل ووقت المنتاج كذلك كيف تحاول التوازن بين هذه الأمور كلها صح خالد بداية كموضوع نزله ما نزله إلا بعد دراسة بعض المواضيع يأخذون مني عشر إلى أسبوعين صحيح عشر أيام إلى أسبوعين مجرد أني أدرسه ألخصه في أربع صفحات كتابة وهذا هو الصح جيد ويبن من مصادر الموثوقة عقب ألخصه مرة ثانية في صفحة وحدة إلينا أحاول أصيغها بالكلام في دقيقة وحدة عقب أحاول أن في الدقيقة هذه أقدر أصيغها في مواقع السوشال ميديا في ثواني معدودة اللي هي دقيقة تقريباً من حيث أن هو يأخذها مثل ما تقول معلومة ملخصة من صفحات متعددة طبعاً أعزائي المشاهدين هذه بعض من اللقطات لفيديو هذا الفيديو من تصميمكم صحيح؟ من تصميمك نعم هذه الشخصية الكرتونية شخصيتي يبت واحد رسام يرسمني عشان عندي توجه للناشئة اللي هو الأطفال كيف أقدر أروعيهم من ناحية هي ثقافة في النهاية جميل يعني عندك الفئة المستهدفة نقدر نقول جميع شرائح المجتمع نعم فعشان شي سويت الشخصية هذه عشان أستهدف الفئة الناشئة فعلاً حتى لو أوصيهم يوم يفرش السنانة يسكر الماء جميل خلال أنه يفرش السنانة يسكر الماء هذا معلومة بسيطة للطفل يوم يرقيت يسكر الليت يعني لو أقولها بهال يعني عرفت بهالبساطة فليه توجه لأنه هي ثقافة ثقافة يعني تنبنى وياه تركه تكبر وياه فإذا عطيت إياه صغير راح تكبر وياه راح تكبر الثقافة هذه جميل جميل ما شاء الله عجبني الطموح اللي فيك فعلاً الله يسلم صراحة أنا سأعت بالحديث معاك وإن شاء الله نشوف تمييزك دائماً ونشوف فيديوهاتك بإذن الله وأنا إن شاء الله بأكون من أول متابعين لكم من بعد ما أخبر الله يسلمك حيامك خالد الحارثي المهندس خالد الحارثي كل الشكر والتقدير لك الله يحفظك إن شاء الله ربيع مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقاتنا لهذه الليلة نترككم في حفظ الرحمن مع السلامة اشتركوا في القناة